يا صبح الخيارات والبركات رسالة اليوم احبيتها سالة يما معناها يحتاج انك تفكر خارج الصندوق او انك ترى الالم بمظهور مختلف بعيدا عن القلق بعيدا عن مخاف بعيدا عن التفكير الزايد هذه البطاقة ما معناه ممكن انك من الاشخاص اللي يخطط الكل شي او يحسب حساب كل شي او الفكر او ممكن عندك مخاف وعندك قلق وعندك كل هذه الامور خلصة في موضوع المال فهذه البطاقة او حاليا عندك ركود فهذه البطاقة جدي حتى تقول لك it's ok خليك relax كل اللي قاعد يصير لك الان هو مؤقت مهما كان هو مؤقت هذه البطاقة معناها عندك تغييرات غير متوقعة رح تصير وهذه الدغيير طبعا هي حتكون صالحك بس خليك شوية relax وممكن انه انت قاعد تبحث عن موضوع معين قاعد تبحث عن وظيفة جديدة قاعد تبحث عن مصدر اخر للمال قاعد تبحث مثلا عن جواب معين عن شريك حياة مهما كان شي رح تبحث عنه فهو حقيب بالحقيقة هو اللي قاعد يبحث عنك بس انت بسبب توترك تفكيرك الزايد قلق مش قاعد تسبح نفسك بالاستقبال فهذه البطاقة ممكن انك تتواصل مع ملاك رئيسي شموائل شموائل معنى اسم عين الله والذي يساعد في ايجاد اي شي ضايع او اي شي ات تبحث عنه مثلا تكون تبحث عن وظيفة تبحث عن شرك حياة تبحث عن حل مؤين اجابة فالملاك رئيسي شموائل حيساهم اليك في ايجاد ما تبحث عنه فتواصل معه اليوم احب هذه البطاقة لانه كان ما اترجعك الى هنا والان خليك عايش اللحظة هنا والان لا عايش في الماضي ولا عايش في المستقبل عايش باللحظة اوكي ااااا الشي اللي انت خايف منه رح يتحرر ممكن اذا عندك فتت قلق او فتشي كلها رح يروح رح يتحرر خصوة موضوع المال البطاقة معنى انه فعلا موضوع ما رح يتحسن عندك بس خليك ريلاكس اوكي وطلب مساعدة الملائكة واكيد انت لازم اتردد السؤال السحري كيف ممكن الحال يكون أفضل مما هو عليه كيف ممكن الحال أو كيف ممكن يكون حالي أفضل وأوفر وأبرك مما هو عليه وأن كل ما في الحياة تأتيني بيسر وسهولة وفرح وبهى هذا هو السؤال إذا أنت كررتها يوميا يوميا أنت كأنما قاعد تفتح واقع جديد قاعد تفتح احتمال جديد إليك كيف ممكن يكون حالي أفضل من ذلك وماذا ممكن أيضا وأن كل ما في الحياة تأتيني بسهولة ويسر وبهرح وبهر عبارة أسئلة سحرية تغير واقعك لا ورح تلاحظ ممكن أحداث الصير الصالحك ممكن شخص يجي يساعدك يقترح عليك أي اقتراح أو رسالك وتوصل لك فقط بسبب أنك طرحت هالسؤال أحبكم بكل شوائع وكانت شاكو منور فرج وقابل حسابي في الانستغرام تحت هذا الفيديو